احتفل النادي الأرثدوكسي في عمان بعيد رفع الصليب المكرم بحضور سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثدوكس وجمع من الكهنة والشمامسة وشخصيات رسمية وجمهور من المدعوين وفي بداية الاحتفال الذي رعته السيدة أودت نقل أبو خضر وقف الجميع دقيقة صمت وحداد على شهداء فلسطين والأردن تلا ذلك دعاء للإكونومس الدكتور إبراهيم دبور ثم تعاقب على الكلام كل من رئيس النادي أسيد ميشيل الصايق فالسيدة نقل ثم سيادة المطران خريستوفورس الذي عايد الجميع بعيد رفع الصليب وشكر النادي الأرثدوكسي على جهوده الحثيثة وأضاف قائلا إننا ونحن نقف أمام تقدمة محبة الله على الصليب فإننا به نستطيع التغلب على الألم والفساد والموت رسالة الكنيسة اليوم أبنائي هي رسالة ونحن منشوف الصليب أمامنا وإلهنا المصلوب اللي مات على الصليب طوعا من أجلنا لأنه أحبنا عشان هيك مات من أجل كل واحد فينا ولكنه قام من بين الأموات وأعطانا المعنى الحقيقي للحياة إنه كيف منقدر نحن ننتصر على الموت كيف منقدر ننتصر على الخطيئة كيف منقدر ننتصر على الفساد وعلى الألم وعلى كل ديقات وأوجاع هذه الحياة اليوم نحن أمام هذه التقدمة العظيمة من إلهنا لكل واحد فينا علينا إنه نراجع ذاتنا كل واحد فينا كيف محبتنا لتجاه القريب قديش نحن منحب القريب وقديش نحن منكون أبناء وبنات صالحين حتى نقدر إنه نبني البنيان السليم في المحبة في العلاقات الأسرية في داخل المجتمع في العلاقات بداخل المؤسسات قديش دور كل واحد فينا اليوم الصليب بيدعو كل واحد فينا إنه يتحمل مسؤوليته أمام محبته للقريب لأن محبتك للقريب هي محبتك لله بعدها أدت الجوقة الموسيقية بعضا من سرانيم العيد ثم بارك سيادته ثمار الرمان قبل توزيعه على الحاضرين ترجمة نانسي قنقر على صعيد آخر نظمت رابطة مسيحي المشرقي في الأردن جلسة حوارية مع عدد من السيدات والسادة النواب المنتخبين حديثا لمجلس النواب العشرين